اهلا بيكو انا ابراهيم صلاح في الفيديو ده هنتكلم عن التكلفة المادية لامتحان الرخصة الطبية الامريكية او ال USMLE لو انت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد في البداية كده يعني عشان نعرف التكلفة بشكل تفصيلي محتاجين ناخد شوية معلومات كده عن البصوية كلمة USMLE هي اختصال United States Medical Licensing Examination او امتحان الرخصة الطبية الامريكية والامتحان ده عبارة عن 3 steps step 1 step 2 وهي عبارة عن جزئين step 2 ck و step 2 cs وبعد كده عندي step 3 ولكن انا عشان اقدم في الماتش محتاج ان انا امتحان بس step 1 و step 2 طيب بالنسبة step 1 و step 2 ck فانا قدر امتحانهم في اي مكان بره امريكا موجود test center في معظم اماكن في معظم دول العالم في الوقت الحالي اما بالنسبة step 2 cs فدي انا بمتحانها في امريكا طيب عشان اقدم الامتحان step 1 او step 2 ck او cs انا بعمل اكاونت على موقع اسمه ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Grows هسيب اللينك بتاعه في الوصف تحتين الابليكيشن ده جماعة بتكلف 145 دولار طبعا يعني الارقام اللي انها قولها يعني في بعضها من على الموقع الرسمي وفي بعضها هيبقى ارقام يعني تقريبية لانها بتختلف يعني فالابليكيشن ب 145 دولار طيب بعد كده عندي تكلفة امتحان step 1 ب 965 دولار تكلفة امتحان step 2 ck ب 965 دولار طيب في حاجة اسمها international test delivery يعني انت الوقت بتمتحن بره امريكا او بره كندا ففيه فلوس بتدفعها عشان اللي امتحان يوصلك يعني ده برضه بتبقى من ضن الباكيش اللي انت بتدفعها وانت بتعمل الابليكيشن اصلا يعني فهي تقريبا من 160-180 دولار عندنا مثلا في افريقيا والشرق الاوسط وبرضه هي بتختلف يعني ايه من دول العالمي يعني مثلا تعال نبص مع بعض كده على الموقع عندنا مثلا يعني مثلا يونيتي السيتس وكندا التكلفة يعني test delivery بتاعها اسمها وانت بتعمل في نفس الدولة عندي بعد كده مثلا افريقيا من 160 دولار في اسيا 160 استراليا 160 كينا برضو 162-180 دولار في اوروبا 195-220 دولار في الهند 162-180 دولار في اندونيسيا برضو نفس الرقم في اليابان 385-435 دولار في كوريا 195-220 دولار في امريكا اللاتنيا من 160-180 دولار الميدي الاست برضو نفس الفكرة في تايوان 195-220 فيعني احنا عندنا في الوطن العربي يعني نضيف 165-965 في الاتنين في ستيب 1 و ستيب 2 سي كي اما بالنسبة لستيب 2 سي اس فالامتحان بتاعها مصاريف الامتحان فقط 160-1600 دولار ولكن طبعا ستيب 2 سي اس انا بحتاج اول حاجة ان انا اقدم على فيزا عشان يسافر فهضيف برضو مصاريف الفيزا دي بتختلف اعتقد من دولة وده او بتاقل رقم ثابت يعني ومصاريف تذاكر طرقان دي بقى بتختلف من دولة ودولة وبعدين كمان المصاريف بتاعت يعني انت بتقعد هناك ممكن مثلا تروح بلاها بكم يوم فتقعد اسبوع في امريكا لو انت رايح بس عشان تمتحن السي اس تمام طب تعالوا نراجع على على يعني الارقام كده بتاعت امتحانات المراحل يعني مثلا عندي هوات 145 دولار الابليكيشن ستيب 1 965 دولار مع الفلوس بقى بتاعت يعني مش معظم الناس هتستخدمها يعني او مش معظم الناس يعني هيتكلفوا المصاريف دي يعني مثلا فيه حاجه اسمها extension disability period خلينا اوه عن معلومة ان وانت بتحجز امتحان ستيب 1 او ستيب 2 ck هو بديك حاجه اسمها الجبالي تبريد يعني انت بتحجز معاد في 3 شهور تمام يعني هو بديك سماح ان انت تاخد اي واحد اي يوم من طول ما هو متاح يعني اي يوم في خلال 3 شهور تمام ويعني ليك ان انت تأجل في خلال 3 شهور دول سي مسلا انا حجز انتحاني في 1 اتنين مسلا هيبقى معايا من اول 1 اتنين 1-3-1-4 التلات شهور دول كلهم معايا تمام طول ما فيه مواعيد موجودة انا هينفع اعمل extension فيهم طب بعد التلات شهور فيه ممكن معمل extension بس هيبقى بفلوس يعني ازا extension بتاعه الطلات شهور ده free اما بعد كده بيبقى بتسعين دولار ام برضو انت ممكن تغير مكان الامتحان بتاعك ده بخمسة وتمانين دولار بعد كده في ستيب وانو ستيب تو لو انت هتعمل يعني معاد جديد بس طبعا ده ببقى وقت قريب من صفر لستمية واربعة دولار على حسب انت كانسلت المعاد بتاعك امتا في بعد كده بقى شوية مصيرف تانية مش هتهمنا طيب ده بالنسبة لي يعني الفلوس أو التكلفة المادية اللي احنا بنوع عليها بيزيك يعني حاجات بس الانتحنات طيب في حاجة اسمها او ده يعني فترة بتروح تتدرب فيها في مستشفى في امريكا للناس اللي ما تعرفش عنها يعني دي حاجة بتقوي السيفي بتاعك اما تيجي تقدم في الماتش بعد كده لو انت طبعا طالب بتقدم في او بتاخد لو انت تخرجت بتبقى وفي حاجة برضو اسمها تقدر تعمله في امريكا فخلينا نتكلم على اللي معظم الناس يعرفه اللي هو الالكتف فانت عشان تقدم في الالكتف محتاج ان انت تخاطب اكتر من مستشفى اكتر من جامعة في مستشفيات بتقدم الالكتف ده بشكل فري يعني مش هتاخد منك فلوس عشان تروح تتضرب عندهم بس طبعا الكمبيتشن عليهم عالي جدا المعظم بياخد فلوس يعني التكلفة المادية للامر ده بتتروح من 400 دولار يعني ل 3000 دولار دي الفلوس اللي هتاخدها المستشفى بس خلينا نقول كده يعني حوالي 900 دولار دي فلوس كده راحة بس للمستشفى انت 900 دولار دول مثلا هتقعد هناك من اسبوعين مثلا لست اسابيع في المستشفى دي طيب في تكلفة مادية تانية اللي هي تزاكر الطيران زي ما قلت لو انت لسه برضو بتعمل فيزا وفي نفس الوقت الاكموديشن الاكموديشن برضو بيتروح من حوالي 900 دولار في الشهر لحوالي 1200 دولار في الشهر على حسب المكان طبعا اللي انت قاعد فيه دي حاجة مش هي مش حاجة مش حاجة اساسية في البصل ايه ولكن يعني يعني معظم الناس لوقت بتعمل او معظم السفيهات اللي بتتقابل في الماتش يعني بيبقى فيها US clinical experience دي حاجة بتدعم السفيه بتاعك بشكل قوي جدا جدا وانت بتقدم في الماتش يبقى اذا انا كلمت عن ستيب 1 و ستيب 2 سي كي و ستيب 2 سي اس في ناس بها بتعمل حاجة حلوة جدا ان هم يطلعوا يعملوا الليكتف وفي اخر الفترة بتاعت الليكتف ممكن يعملوا يمتحنوا امتحان السي اس يعني يبقى وفرنا كده التذاكر الطيران طيب انا لحد الان كده انا بتكلم في الامتحنات وي الاكتف لسه ما كلمتش في التقديم للماتش طيب انا المفروض بعد ما خلصت ستيب 1 و ستيب 2 سي كي و سي اس بعد كده هاخد حاجة اسمها ال ECFMG certificate يعني خلاص بقى دي الشهادة اللي انا هاخدها واروح اقدم بيها على برنامج نيبات طيب في موقع اسمه الرس الرس ده electronic residency application service الموقع ده اللي انا بقدم عنيه عشان اقدم للresidency program او الماتش طبعا كل برجو ما انا بقدم عليه بتكلف بيبقى ليه تكلفة مادية يعني ديها كده حزب دعا نشوفها على الموقع يعني مثلا انا لو من واحد لعشرة دول هيتكلفه في 99 دولار يعني لو انا قدمت في عشر برامج اول عشر برامج بالنسبالي هتحسبوا عليها ب99 دولار طب من 11 لعشرين دول هيتكلفوا عليها كل برنامج 15 دولار يعني انا يا جماعة اول عشرة 99 من بعد اول عشرة البرنامج الواحد ب15 دولار لحد رقم عشرين طب من بعد عشرين البرنامج الواحد ب19 دولار لحد الثلاثين طب من بعد الثلاثين بقى واحنا طبعين البرنامج الواحد ب26 دولار طيب معظم الناس بيقدموا او يعني الافريج بيقدموا من 120 ل200 بروجرام عشان طبعا يجيلهم يعني عدد كواس من الانترفيو طبعا فيه مثالة عندي هوت ده طبعا من على الموقع من على الريس مثلا حد هيقدم في 30 امرجانسي بروجرام فاذا اول عشرة زي ما احنا قلنا ب99 دولار بعد كده تاني عشرة هضرب في 15 عشرة 15 بعد كده تاني عشرة هضرب في 10 في 19 فهيطلع التوتل يعني 439 دولار وطبعا فيه امثلة تانية على الموقع هسيب لينكات الموقع دي تحت فهاجا بص كده يعني انا هقدم في من 120 لحوالي 200 او 180 بروجرام يعني تكلفة بتاعت الراس يعني من حوالي 3 تراف ل4500 دولار دولار دي تكلفة بس بتاع التقديم للماتش يعني يعني يمكن دي اكبر رقم في الباصوي بشكل عامي طيب يعني انا كده تقريبا نحاولي تغطي بقدر الامكان التكلفة المادية للباصوي يعني طبعا هي الارقام يعني معظم الناس ممكن تتصدم منها شوية ولكن دي مقارنة بالشغل بعد كده او البوزيشن اللي انت تاخده بعد كده يعني تعتبر يعني ارقام مش ضخمة يعني وبرضو انا يعني مش عايز الناس تبص للارقام ان هي دي حاجة هتدفعها بلك لا يعني يعني الموضوع خده بشكل مرحلي يعني زي معظم الناس انت بتاح نستيب 1 وبعد كد تاخد فاصل وبعد كده انت بتدفع الفلوس دي على اقصات يعني زي ما احنا بنقول كده بعد كده تنتحن سي اس بعد كده مثلا ممكن بتعمل الليكتف فاهميني بعد كده خلاص انت بقيت في الباصوي اصلا فاتقدم على الماتش فناخد الامر بشكل مرحل يعني اتمنى ان انا كون جوبت على اسئلة الناس اللي بتسأل على التكلفة المادية ولو لسه عندوك اي اسئلة سيبوها في كومنتس او ابعتوها لنا على الصفحة على الفيسبوك وممكن بنبقى نعملها فيديو بعد كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويتشغلوا الفيديو مع زميلكوا عشان يستفادوا وانتظرونا في فيديوهات جديدة موسيقى